السلام عليكم سوف نقللهم جيدا حتى يتحمروا من جميع الجوانب ودروري من هذه المرحلة رغمنا أن نأخذ الماداق في هذا الطبق يعني نقللهم النار تكون مجهداء كما تشوفوا معنا هنا وكما تلاحظون الحمادنا بعد ما قللناهم جيدا سوف نشدهم ونضعهم في واحد التفصيل ونضعهم جانبا نشديت ربعات الحبات ونضعهم ونقطعهم بشكل روندل كما تشوفوا معنا هذا الخيزو غير أخي سوف تشوفوا الطريقة سهلة واني تجي بنينة بزال البصلة ونقطعهم بشكل كبير كما تشوفوا معنا هنا بحل إيمانسي هذه هي الطريقة تقطع هذه البصلة سوف تدوب بلا ما تقطعها صغيرة ونضيفوا بها البصلة ونضعهم ونضعهم الماء في الكوزين كل شيء سيطلح ونضع الماء ونقصوا النار ونحركوا جيدا لكما تشوفوا الكوكوش الماء نضع الماء ونضع ونضعهم لنضعهم من الفيوه ونضع في هذا المرحلة قبل أن نضعه سيضرب اليوم دياله الكبار وغادي نضيف غدو كل وراقه كديال الزعتر ورقة سيدنا موسى واحد جوج ديال الحبات تاهمك يجيون ممتازين في هاد الطبق هادا وهنا دبا غادي نشد الماء من الافضل الى كان دافي ولا سخون وغادي نزيد تقريبا واحد جوج يطرو حاولو تغطي وهاد اللحمات هادو قاشتي ياخدو الطياب في اللول غادي نجهد عليهم الكوكوت يعني مزيان حتى تبدأ تصفر يعني تقريبا واحد عشرين دقيقة النار مجهداء ومن بعد غادي نديرها موين ونخليها ساعة دلما قانا خليتهم ساعة ونص حاولو ديك 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 اللحيمات للسققع عادي زيدو الماء من بعد راه نافي كي كل ما داق دازت هنا ساعة ونص اللحيمة راه هاد طايبة غادي نحيدها دابا وغادي نديرها في واحد طبق لي غادي يدخل الفران باش غادي تكمل طيابها في الفران وغادي تحمر وهنا فين غادي شوفو هاد طريقة هاد شوفو معايا هنا راه خيزو بدات يدوب البصلة دابت في خطراء اللحيمة بدات تتلسق شوية في ديك الكوكوت راه هاي يعني تقريبا طايبة دابا غادي نشد ديك لاصوس وغادي ندوزها في واحد شين وهوكا وغادي يعني نورق مزيان على هاد خيزو وعلى هاد البصلة هادي هاد لاصوس جات بنينة تيقو بيا بنينة 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 بزاف مزد لها لا فرينة لا طحين لا تشي حاجة غادي تتقال غا بوحدها في الفران اه لاصوس دينا احنا ازدناها داباكا حاولت نخليش حبتها كودي الخيزو بالعاني اه ودابا غا ندخلها للفران الفوق على ميتين دراجة ما تخافوش اللحمية تكنزز راه غير عشرة حتى الخمستاش دقيقة كنكون وشعلنا الفران من قبل باش يكون سخون شوفو معايا لاصوس كي بدات تتتعلق غايف الفران هكا كملات طيابة شوفو معايا اللحيمة كي خارجة تيقوا بيا هالطريقة هادي ما غا تحشمكمش الى طيبتوها ديلة حمارة الوجه لسوغي دانيو شي حاجة ولا ارواع في الغنمي الى بغيتو تجربو هاد اللحيمة هادي بهالطريقة اللي اعطيتكم تقدو تعطيوها البطاطا حداها تعطيوها اي خضرة بغيتو يعني كي ما بغيتو الخضرة كيتمشي مع هالطبق هادا طبق راقي وممتاز جابنين بنين بزاف تهلاو يودوزو بخير يو السلام عليكم وما تنسونا شبلي لايك واللي بغيت دخل عندي لواحد القناة ديالي في يوتيوب مرحبا بيكم تماما ماتلا بغيش نقولها لكم ولا اني راكم تماما تهلاو يودوزو بخير